تحسن ملحوظ في مدى التزام طرفي الصراع في السودان باتفاقية وقف إطلاق النار بشهادة راعيي الاتفاق السعودية والولايات المتحدة بيان الخارجية السعودية أشار إلى تحسن الوضع في الخرطوم في الخامس والعشرين من مايو مقارنة باليوم السابق له والذي شهد انتهاكات جسيمة للاتفاق وبحسب البيان وجهت الرياض وواشنطن تحذيراً لطرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع من ارتكاب المزيد من الانتهاكات وناشدتهما احترام الاتفاق وهو ما حدث بالفعل ومكن هذا التحسن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل إلى مواقع عدة في السودان كما تمكنت فرق صيانة من إجراء إصلاحات لاستعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى وحث البيان الطرفين على المضي قدماً والبناء على التقدم الإيجابي والوفاء بالتزاماتهما البيان ناشد أيضاً الجيش والدعم السريع اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وكان بيان للخارجية الأمريكية قد ذكر أن يوم الأربعاء شهد انتهاكات لوقف إطلاق النار وذكر البيان أن آلية مراقبة الاتفاق المشكلة من مختلف الأطراف المعنية رصدت انتهاكات منها استخدام المدفعية والطائرات والمسيرات وغارات جوية على بعض ضواحي الخرطوم واشتباكات في وسط دارفور واتفاق الهدن قصيرة الأجل الحالي الذي رعته السعودية والولايات المتحدة هو السابع منذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل الماضي وفشلت جميع الهدن السابقة في وقف أو تخفيف حدة القتال الذي أدى لمقتل المئات ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون سودانية